ممن يعانون من متلازمة القولون العصبي او بتعاني من الاسهال بشكل دائم ومزمن وخدت جميع العلاجات المتاحة ومفيش تقدم عندك او عند امساك دائم ومفيش فايدة وحاولت كتير بكل انواع العلاج وما بتلاقيش ليها صدى فالفيديو ده هيهمك جدا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن البروبيوتيك دي عبارة عن احدى انواع البكتيريا النفعة وهي نوع من انواع البكتيريا الحية الموجودة بشكل طبيعي في الامعاء والمعدة وبتسمى الخمائر او البكتيريا النفعة وهي من البكتيريا النفعة لصحة الجهاز الهضمي وكمان لصحة الجهاز المناعي وبتعد البكتيريا دي من الانواع الفعالة للقضاء على كل الاضطرابات المصاحبة للجهاز الهضمي زي الامساك والاسهال وتعب القولون كمان بتلعب دور محوري في التقليل من مستوى كوليسترول المرتفع وبتساهم في علاج ضغط الدم المرتفع وممكن الحصول عليها من مجموعة من الاطعمة في حين انه بيعتبر الجهاز الهضمي جزء هام من الجهاز المناعي اظهرت الدراسات ان البكتيريا المعوية دي بتلعب دور رئيسي في تعزيز الدفاعات المناعية لجسم الانسان فمش بس البكتيريا بتساعد على الهضم ولكن بتساعد بصورة كبيرة على تشكيل حاجز واقي داخل الامعاء والبروبيوتك للي ما يعرفش هي كائنات حية دقيقة قلنا بتتواجد داخل القناة الهضمية للانسان للمحافظة على الجهاز الهضمي من المشاكل الصحية وحسب تعريفات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة فهي كائنات حية دقيقة لما بنتناولها بكمية كافية بتقدم الفايدة الصحية للشخص المتناول لها لذلك من الضروري المحافظة على البكتيريا ومنحها البيئة الدعمة للنمو والتكاصل وبدون بكتيريا البروبيوتك بالمعدة بيجد الجهاز الهضمي الصعوبة في تحليل الالياف الغذائية فمن فوائد البروبيوتك المحافظة على نشاط الجهاز المناعي خاصة بالامعاء والقيام بانتاج الفيتامينات الهامة زي البيوتين ومجموعة فيتامين به وفيتامين كاف وبتؤثر البروبيوتك بشكل ايجابي على عملية التمثيل الغذائي والمساعدة على امتصاص جميع العناصر الغذائية كمان هي مفيدة للاشخاص اللي بيعانوا من مرض عدم تحمل اللاكتوز او اللاكتوز انتولرانس كمان بتعالج وبتقضي على اضطرابات الجهاز الهضمي زي الاسهال والامساك زي ما ذكرنا سالفا بتساهم كمان البروبيوتك في علاج التهاب الغشاء المخاطي بالامعاء وبتحسن من اعراض متلازمة القولون العصوي وبتقلل من التعب المزمن ولما بيحصل تغيرات في توازل البكتيريا في الجهاز الهضمي بسبب تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة لابد من دعم الجسم بالمواد الغذائية الاخرى لضمان دعم البكتيريا بالالياف الغذائية اللي بتتغذى عليها. انواع بكتيريا البروبيوتك الاشهر هما نوعين بكتيريا الاكتوباسلس او اللي بيقولوا عليها الملبنة وهي الاكسر شيوعا في الحليب والاطعمة المخمرة. تاني نوع بكتيريا البفيدو بكتيريا واللي بتخفف من اعراض متلازمة القولون العصبي. بالنسبة لمصادر الحصول على البكتيريا الصديقة دي او البروبيوتك اول المصادر اللبن الزبادي اللي بيعمل على انتاج بكتيريا البروبيوتك بشكل المثالي ويحسن من مستوى البكتيريا بالمعدة المخمرة. واحب نوه هنا اه لانواع الزبادي كويسة يفضل انواع الزبادي البلدي عن المصنع لانه بيكون غني بالبروبيوتك عن حتى الزبادي المصنع. كمان مخلل الملفوف لانه الملفوف لما بيتخمر بيصبح مليء ببكتيريا البروبيوتك المفيدة لصحة الجهاز الهضمي. كمان الفطر الهندي اللي هو احد منتجات الحليب المخمرة واللي بيزيد من انتاج البكتيريا النفع. كمان احد المأكلات الكورية واللي تسمى الكيميتشي وبتحتوي على الملفوف بتعمل على انتاج المزيد من البكتيريا النفع. خامس حاجة شاي كومبوتشي المخمر هو من اسرع الطرق للحصول على البكتيريا والمخللات الحامضة اللي بتعد من مصادر الغنية ببكتيريا البروبيوتك. ولكن ده بيحصل في حال التخمر الطبيعي فقط. اخر حاجة جبن الماعز واللبن وهي ايضا من المصادر الطبيعية من البروبيوتك. ولكن بننصح اللي عندهم عدم تحمل اللاكتوز ان هم ياخدوا البروبيوتك في الزبادي وبلاش اللبن لان بيعمل لهم مشاكل. اتمنى المعلومة البسيطة ديكم فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.